موسيقى قامت كوادر أمانة عمان الكبرى بتنظيف شارع حيدر عديف في حي القيسية بمنطقة وادي السير وإزالة كل ما جرفته السيول من أتربة وحجارة ونفايات تسببت بإغلاقه ورئيس اللجنة المحلية وعضو مجلس أمانة عمان الكبرى في منطقة وادي السير يوسف صندوق أشار إلى أن الشارع يتعرض في كل موسم شتاء إلى سيول جارفة بسبب قيم بعض المقاولين وأصحاب الشاحنات برمي الطمم في أعلى المنطقة المحاذية للشارع ما يتسبب بجرها نحو الشارع وإغلاقه بالكامل الجرافة التربة ناتج عن صحابين القلابات اللي بيقوموا بالتشليف بالكب في منطقة الكرسي في المناطق اللي فيها بتجمع الوديان ولما بسير انجرافة التربة وبسير وديان بتطر إلى أنه يسير سيول عندنا وتجر الأتربة والإحجار هاي اللي تساقط على هذا الحي فأنا بطلب من إخوان اللي بسوقوا القلابات اللي بيشلفوا بالنقلات الطمم أنهم يبتعدوا عن هذه المناطق ويمشوا على المكبات المرخصة قانونيا حتى ما يضر الناس